أستاذ كريم هناك دراسات تقفيناها تقول بأن الإنسان الغربي تخيل معي يقرأ بمعدل مئتين ساعة سنويا صحيح مئتين ساعة سنويا بينما الإنسان العربي يقرأ بمعدل ستة دقائق سنويا مفارقة عجيبة عجيبة جدا أين الإشكال؟ أين الإشكال؟ الإشكال هنا مركب لماذا أقول مركب؟ لأنه لا يوجد جهة واحدة تحمل المسؤولية اليوم لابد من الاعتراف بالعلة أريستو يقول بأن الاعتراف بالعلة هو حتى أريستو ماذا يقول؟ صاحب كتاب المنطق الأورغانون وكذا يقول أن الاعتراف بالعلة هو مثول للشفاء أنك تعترف بأنك بداية الحل بداية الحل هو الاعتراف بالعلة لا إنكارها أو محاولة التهرب منها لابد أن نعترف أولا بأننا كلنا نتحمل المسؤولية وتتقاسم الأدوار وأن تتكاثف الجهود هناك إشكال مركب جداً الأجهزة الأيديولوجية كما يقول الوي ألتوسير الفيلسوف الفرنسي تتحمل جزء وقصد كبير جداً من الإشكال الذي وقع فيه العقل العربي ما معنى الأجهزة الأيديولوجية؟ هي المؤسسات الحكومة التي تخضع للرقابة المباشرة أو غير المباشرة للدولة مثلاً المنابر المسجدية لم تعد تؤدي وظيفتها في الممارسة الثقافية كما يجب أن ينبغي أيضاً المؤسسات الطربوية لابد أن نقوم بالثورة كوبرنيكية إذا صح لنا هذا التعبير في المناهج الطربوية هذا التحليل اللي كي ننوي لمشاهدين الكرام تحليل عربي يعني هذا السبب أحد أهم الأسباب هذا إشكال شامل عربي تقريباً أحد أهم الأسباب المركبة هو قضية مركبة وليست أحدية فقط كما قلت المناهج الطربوية للتعليم سواء الابتدائي أو الإكمال أو حتى الجامعي والثانوي يتحمل وزر كبير جداً أيضاً هناك المؤسسات الإعلامية لا تلعب دورها كما يجب وكما ينبغي في إرساء دعائم العقل النقدي وفي توسيع مساحة المعلومة تقليص مساحة المجهولة ترجمة نانسي قنقر